دايماً أنا بحب أكون إيجابي ودايماً بشوف أن النساء من أجمل الأشياء اللي اتخلقت في الكون الكلام مع الأنسة، دحكة الأنسة، نظرت ومشيت الأنسة والتعامل مع الأنسة والرجل بطبيعة الحال ما يقدرش أنه يعيش حياته من غير أنسة هي اللي بتنور بيت وهي اللي بتنور الحياة وهي اللي بتنور الشارع حتى أو أي مكان حتى لو محلة كده يوقف فيه أنسة بتفتح النفس الواحد لو مش عايز يشتري هيروح يشتري الحلقة بتاعت النهاردة حلقة إيجابية بتدعو للتفاول وبتكشف جانب قوي وجميل جداً من شخصية كل أنسة أكتر صفة في كل أنسة أو الصفة اللي ممكن تجعل كل أنسة بالنسبة لنا لا تقاوم لو هي عرفتها واشتغلت عليها هتكون سلاح قاتل أوي كل أنسة تكتب لنا في التعليقات تتوقع إيه في نفسها وتعالوا بينا نبتدي لأننا مدمن على قراءة تعليقاتكم وبقى يلا اشتركش في القناة يشترك اللي ما اشتركش يشترك وتعالوا بينا نبتدي بالبرنسز زعيمة العصابة كارزمتها الأخازة كارزمت أنسة بورج الأسد تجعلها لا تقاوم بالنسبة لمعظم الرجال والشباب والناضجين والبالغين والمراهقين على اختلاف الأنواع والأشكال قبل ما نروح للعسل أنسة بورج الميزانة أقول لكم يا ريت الجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب به وتدوسوا لايك لو شايفين الحلقة دي مفيدة هيحبها كل النساء وهيعرف قيمة النساء أكتر الرجال لما يشوفوها عشان كده دوسوا لايك توصل لبقية أصدقانا وشيروا على قد ما تقدروا شياكتها أنسة بورج الميزان ممكن تجعلها مش ممكن هي فعلا بتجعلها لا تقاوم أنسة جذابة بالفطرة جذابة اتولدت كده اتخلقت كده رحنا أو جينا اتفقنا أو اختلفنا الجاذبية بتاعتها لا تقاوم قاتلة ما تصيب الرجال وأنا أولهم في مقتل بينما الفرفوشة أنسة بورج الجوزاء شأوتها الشأوة بتاعة أنسة بورج الجوزاء مستخدمة زكائها والشأوة بتجعل منها محبوبة أوي وتتعود عليها وتحب جلستها وأعدتها والخروج معاها وتتكلم معاها وحاجات كتير أوي تجعلها لا تقاوم أنسة شأية أوي وكل الرجال بتحب الشأوة في الأنسة والجوزاء هي أفضل أنسة ممكن أنت ترى فيها المثال الحي ده العقربة فارسة أحلام معظم الشباب إنما كانش كل الشباب غموطها غموض أنسة بورج العقرب نفسي أدخل جواكي نفسي أفتح الأبواب دي كلها واشوف إيه المستخابي وتعلم منك واشوف إزاي أنت متحكمة كده في نفسك وإزاي بتقدر بنظرة عين توصلي اللي أنت عايزة توصليه وبأقل مجهود أنت شخصية عظيمة أوي البنبناية أنسة بورج الحود حنيتها إيه الحنان ده إيه الأنوسة ده إيه الأنوسة دي لما بتلبس نبرت الصوت لما تتكلم الطريقة لما تمشي الأنسة بما تحمله الكلمة من معنى أنستها احتواءها حنيتها أنسة لا تقوم بسبب الصفات اللي هي بتتفوق فيها دي ولا عاشر أنسة بورج الحود يعرف أوي معنى الكلام اللي إحنا بنقوله الصرطونة السندريلا بسكتتها رئتها يعني أرق ومن أرق ومن أرق وما فيش أرأ من كده أنسة ممكن أنت تقابلها مأبولة أنسة مأبولة وضع على وجهها القبول وكل ده بيجعلها لا تقاوى وما نقرب منها يومين بس أحس إن إحنا عشرة سنين ومش قادر إن أنا أستغنى عنها وممكن أحارب الدنيا علشانها وإلا ما كناش قلنا عنها إنها بسكوتت نساء الأبراج جدي أنسة بورج الجدي قوة شخصيتها قوة شخصية الأنسة دي أنت بتتكلم عن أنسة بورج الجدي إذا أنت مش بتتكلم عن أي أنسة أنت بتتكلم عن أنسة قوية الشخصية جداً وفي حد في الدنيا ما بيعجبش بالشخصية القوية استحال إحنا خلقنا رجال ونساء بناميل للشخصية القوية فأنسة بورج الجدي هي الشخصية القوية اللي أنت ممكن تقابلها كمثال نموذجي في إناس الأبراج لو أنت بتتكلم عن النقطة دي قمبلة الزكاء العزراء زكائها وتحملها وكمان تقلها في نفسها أنسة بورج العزراء الزكاء بتاعها بس دي تحتاج أن أنت تتعامل معاها فترة طويلة عشان تقدر أن أنت تلمس حقيقة وقوة الزكاء اللي عندها إن هي قادرة أن هي تترجم أي حاجة وتفهم أي حاجة وتتعامل مع أي حد لو حطت في دماغها وتفهم أنت بتكذب عليها ولا لا أنت بتجاملها ولا لا أنت بتضحك عليها ولا لا أنت بتقول الكلام ده عايز توصل لإيه في النهاية العزراء صعب أن يندحك عليها لذلك تعجب أنت أوي أوي ولا تقاوم أوي زكاء الأنسة دي القوسية الشعنونة فرفشتها الدلع بتاعها دلوها أوي فرفوشة أوي دي حكتها تجنن إحنا عملنا حلقة عن أكتر دحكة في نساء الأبراج ممكن تسحر أو تشد شروحوا شوفوا القوس أنسة القوس كانت فين الدلع صوت الدحكة نبرت الدحكة طريقة الدحكة الفرفشة هنعمل كتاب كبير أولا وقعدنا نتكلم عن القوسية السورية أنسة برج الطور تقولها الأنسة التقيلة تصيب الرجال في مقتل الطور تقيلة بطبعه ما تعلمهاش قوانين التقلي ما تقعدش تتكلم معه وتقول لها الرجل بيحبه بالفطرة هي أنسة تقيلة حتى لو بتحبه قوي وميته في دبديبك برضو هتلاحظ فيه تقلي في الموضوع بيعجبك أنت كرجل الدلوية تفاهمها صحبة وصديقة وأخت وحبيبة وكل حاجة ممكن تلاقيها مع الأنسة دي تكلمنا وأنا في الفترة الأخيرة سألت كتير من الرجال أكتر حاجة تحبها في الأنسة اللي أنت ممكن ترتبط بيها وكان كتير أو لو أنتوا سمعتوا قالوا أنها تكون متفاهمة روح لأنسة برج الدلو فيها الطلب اللي أنت بتطلب عليه ده أو اللي أنت بتطلبه ده وبقوة كمان وبشكلها يستحق الإعجاب والإدمان منك الحملوية الفارسة العنيدة شجعتها ما بتخافش من الموجهة صريحة واللي يزعل يزعل ما بيهمهاش تتحمل المسئولية كمان عندها كارزمة كبيرة أوي مغلفة بحتة براءة كده بتظهر من حين إلى آخر حاجات كتير أوي ممكن تجعلها أنسة لكتير أوي لا تقاوم أنسة برج الحمل دائما حالة مميزة ومخصصة في الدنيا وأجمل ناس بشكركم على كل كلامكم لأن أنا بقرأ كل تعليقاتكم اكتبوا أراكم في الحلقة دي واللي بقعت لي وأنا لسه مردتش عليه بعتذر هرد عليه عاجلا أما عاجلا ولو شايفي لها يعني عجبتكم زي ما احنا بنقول دوسوا لايك وشيروا خاصة أصدقائنا اللي على الفيس بوك على قد ما تقدروا أي حد على الفيس بوك غير محمد أبو زيد ده نصاب لو تشوفوا فيديوهاتي عنده واعتصقوا فيه صفحتنا الوحيدة محمد أبو زيد منات صفحات تانية بحبكم جدا هتوحشون اللي بيسأل إزاي تواصل معي أو قنواتنا التانية كل الروابط دي في وصف الفيديو أو في التعليقات ويا لا تصبعوا على خير